السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله طبعا ناس كتيرة جدا بعدتني نحن نكمل فصول القصة بجانب المراجعة الوحدات بالموقع الانجمان والاسئلة الاخرى فالنهارز ان شاء الله هنرفع فيديو للفصل التاسع ان شاء الله للفترة القادمة انتظروا طبعا كل الشغل اللي بنقود على القناة الفترة اللي جاء ديت الغالبية العزميره طبعا لتالتة سنة وعام وتالتة ازهر ربنا معاكم فصل التاسع طبعا اهم الكلمات اللي عندنا طبعا عندك العربي الموجودة هو هنشوف مع بعض مكتاب المعاصر عمل الفصل في النقاط هنوضحها مع بعض يا جماعة لكن احنا طبعا قرنا الفصل بالتفصيل شابتر 9 in points اول ملحوظة نعرفة او اول تلخيص ماجويتش طبعا الكونبكت المزنب اللي كان هارب اللي قابله طبعا بيب في المستنقع شعر بالفخر والاعتزاز بقى فرحان فخور من بيب طبعا لانه بقى راجل جنتلمان جيد بيب is shocked when he knows that magwich is his benefactor كل الشهود والدالك بتقول طبعا ان مسافيشام هي البنيفاكتور ولي النعمة المتبرع المحسن ولكن بيب صدم وزهل عندما ادرك وعرف ان ماجويتش هو ولي نعمته هو المتبرع هو المحسن بيب has never thought that magwich is his benefactor لم يخطو على باله ابدا او يظن من قبل ان ماجويتش هو المتبرع بتاعه only Mr. Jaggers knows that magwich is bib's benefactor فقط اللي كان متأكد وعارف ان ماجويتش هو البنيفاكتور لبيب Mr. Jaggers magwich returns to England to see his gentleman bib طبعا رجع ماجويتش الى انجلترا عشان يقابل ويشوف gentleman بتاعه طبعا اللي هو صرف عليه اللي هو بيب بيب is sure now ادرك بيب الان متأكد ان مسافيشام is not his benefactor تجعلها السئلة كتلة جدا يا جماعة ادرك ان مسافيشام ليست هي المتبرع اولية النعمة and that is still not meant for him وستلة طبعا مش هي المقصودة له او تعنيه بيب feels sad ان الشام طبعا ناتجة لذلك بيب شعر بالحزن والخزي او الخجل if magwich is caught طبعا يجي اسؤاله اللي الشام دي ليه لانه مجرم ممزنب وهارب ازاي كنه هو حاجة illegal طبعا وبصرف عليه بولي نعمته if magwich is caught لو تم القبضة على magwich he will be put back in prison هيرجعتني السجن because he has life sentence لانه عنده حكم بالسجن المؤبد magwich sleeps well in herbert's room while bib is upset طبعا ماجوتش كان بينام بشكل جيد طبعا شعر براحة comfortably بحجرة طبعا هيربت بينما بيب شعر بالانزعاد بيب فاينز امان كراوتشنج طبعا بيب لقى راجل طبعا مقرفس طبعا يجلس كل فصا in the corner down stairs في جنب كده فركن في الطبق السفلي and he runs away when he sees بيب وفره هاربا بعيدا عندما رأى بيب بيب and the night watchman بيب والحارس الليلة ده look for the man قاعدوا يبحثوا عن هذا الرجل but they don't find him ولكن لم يجدوه the night watchman thinketh this man has come with magwich هذا الحارس الليلي اعتقد ان هذا الرجل جاي مع ماجوتش ماجوتش تيلز بيب that no one came with him ولكن ماجوتش اخبر بيب ان محدش جمعاء ماجوتش thinks that the man could have followed him into the building ظن ماجوتش ان هذا الرجل ان الممكن يكون اتبعه او صار وراؤه او تعقبه الى داخل المبنى ماجوتش puts a bag full of money on the table حط شنطة ماجوتش حقيقة من الان الاموال على المندضة ماجوتش تيلز بيب that he will give him everything he has واخبر بيب ان هو يعطيه كل شيء هو يمتلكه صار وبرابيريتي fortune money ماجوتش اسكز بيب سأله او طلب منه to call him brovis نعرف الاسم دي يا جماعة طلب منه يسمي ايه brovis which was his name in australia طبعا دي اسمه في استراليا brovis brovis او ماجوتش has returned permanently to england رجعت طبعا بالصفة دائمة الى ايه لانجلترا مستر جاگرز confirm is that brovis او ماجوتش is bib's benefactor ان طبعا مستر جاگرز بيؤكد على ان brovis او ماجوتش هو المتبرع بتاع بيب مستر جاگرز asks bib to be careful وطلب من بيب ان هو يكون حازر bib think is that brovis will be called في اعتقاد عن بيب ان بروبس سوف يتم القبض عليه cause he looks like a convict شكله ملامحه بتدول ان هو مزنب او مدان convict herbert returns رجع herbert he feels scared of brovis شعر بالخوف من brovis but he promises ولكن وعد he won't tell anybody ان هو لن يخبر اي شخص brovis promises he will make herbert a gentleman too في وعدة تاني من brovis ان هو هيجعل herbert رجل gentleman نبيل ايضا بيب feels grateful شعر بيب بالامتنان والشكر ممنون for brovis طبعا لبروفيس but he doesn't like his behavior ولكنه مش عجبه سلوكه بروفيس بوستس بدأ يفتخر ويتباه بروفيس that he has made بيب a gentleman ان هو يجعل من بيب رجل gentleman بيب is horrified شعر بيب بالفزع والخوف because his benefactor is a criminal ازاي يكون هو لي نعمتي مجرم بيب نوز he can't accept any money from brovis in the future بيب طبعا بيعلم ويدرك انه لن يستطيع ان يقبل اي اموال من brovis شعر بيب ان مسئوليته او واجبه to help brovis مساعدة brovis escape from England على الهرب من انجلترا after that he doesn't want to see him again ومش عاوس طبعا يراه مرة اخرى brovis tells the babe his life story طبعا بروفيس او ماجوتش بدأ يخبر بيب قصة حياته brovis doesn't know his parents or place of theirs او الحاجة انا عرفها ما يعرفش طبعا والدي او محل ميلاده brovis was a poor child كان ولد طفل فقير so he stole and picked to survive بدأ يسرق ويتسول يطلب الاحسان من اجل ان يبقى على قد الحياة survive when he grew up لما كبر brovis continued to steal استمر في السرقة so spent a long time in prison قضى فترة طويلة في السجن brovis learned to read and write بدأ يتعلم الاراة والكتابة he got married and his life seemed to improve جوز طبعا وحياته بدأ عليها التحسن brovis met a dishonest person called comeeson comeeson طبعا طبعا بروفس ميسهب شام فايان سي طبعا عارفين ان الخطب خاطب ميسهب شام تركها في يوم الفرح صدمة اللي يعيشها ديه. دي هو طبعا ايه هو خطبها. واستولى على اموال كتيرة جدا تحصوها. طبعا قلنا في يوم فرحة. دي طبعا يا اولاد لو صديق تاني اسمه ارثر. الاخ الغير الشقيق لمين? ارثر مسها في الشام. اتامروا الاتنين. عملوا خدعوا طبعا مسها في الشام. ارثر طبعا ارثر اللي هو اخو مسها في الشام الغير الشقيق مرض ان وشعر بالزنب لما فعله في حق اخته. طبعا بروفيس بدأ يسرق من اجل كومبيسون ان زي وير كوت والاتنين اتقبض عليهم. كومبيسون told everybody in court. اخبر كومبيسون الجميع في المحكمة. ذات بروفيس had done all the crimes. يعني بيلكتهم على بروفيس ان هو فعل كل او ارتكب كوميتد كل هزي الجرائب. the court believed كومبيسون. طبعا المحكمة سداد كومبيسون. because he looked like a gentleman. انه شكله مش كومبيكت ولا شكله كريمينال. شكله راجل جنتلمان. بروفيس وز جيفين a longer prison sentence. طبعا تم مد حكم عليه حكم مؤبط طبعا عن زين كومبيسون عن كومبيسون. بروفيس ان كومبيسون وير سنت to the same prison ship. هما الاتنين طبعا مش عنهم يا جماعة في اول الفصل. لما قابل اتنين مجرمين. بل توكن فيكتس تم ارسالهم الى سفينة السجن. after an argument with كومبيسون بعد جدال. طبعا النزاع او شجار. مع كومبيسون بروفيس dove in the sea. قفز في البحر and escaped. وهرب. كومبيسون also escaped from the shape that day. وهرب ايضا ايضا طبعا كومبيسون من نفس السفينة نفسي اليوم. as a time في تلك الوقت. بروفيس مت ليتل بيب. بروفيس قبل بيب. بلد الصغير ده. هو بروت هم فود انا فاي لما قبله في اول فصل معرفين طبعا احداث الكسة. واجلاب له الطعام والمبرد. بيب اخبر بروفيس. he had seen the other man ان هو شاف الرجل الاخر. بروفيس لكت فور هم. بده يبحث عنه. وين بروفيس ان كومبيسون مت. عندما تقابل بروفيس وكمبيسون they started to fight. بده يتشاغرهم. and the soldiers arrested them. والجنود ابضوا عليهم. كومبيسون was put in leg ironies for trying to escape. طبعا الكلبش. قيود. ارجل. لمحارة الهرب. بروفيس got a life sentence. تم الحكم على بروفيس. حكم مؤبد. and was sent to australia. تم ارساله لاستراليا. بيب starts to feel sorry for بروفيس. بدأ بيب يشعر بالاسى. والحزن على بروفيس. بطي اسه رفايد of him too. ولكنه خايف ايضا منه. بيب fears that كومبيسون might kill بروفيس. بيب خايف ان كومبيسون ممكن يقتل بروفيس. بيب ان هيربيرت. بيب وصدقه هيربيرت طبعا know that. يعلمهم ان بروفيس must leave england at once. يجب ان يوادر من الطرف الحال. بيب decides to go with him to help him escape. قرر بيب ان يذهب معه كي يساعده في عملية الهرب. بعد ما يا جماعة اوضحنا النقاط الملخصة او التفصيل الفصل التاسع من كتاب المعاصر. نشوف بقى الاسئلة اجيب الكريتكالكوستشانز من كتاب العمالكة طبعا. لكتب جميلة جدا. برضو عشان نحس ان الفصل خلاص قدنا عليه. بيب هاد ميكسيت في لنجز تووردس ماكويت. اكسب ليه. وضح. اشرح. ان بيب كان لديه مشاعر مختلطة نحو ماجويتش. او الحاجة طبعا كان شاعر بالامتنان. شاكر فضل. ثانكفول. لماجويتش. بطي ديسلايكت هز بيهيفيور ان فيلت اشهيم. هو مجرم. هو كان بيحبش طبعا سلوكه. وشعر بالخزية الخزي او العار. بسببه. مجرم. بيب مشدة. وين هي بيسكوفرد هو ووز هز بنيفاكتور. لما اكتشف حقيقة مين. ولي نعمته. او المتبرع السري له. وضح ناقش. هو الشوك دي توفيند اوت ذاتي ووزن مينت تو ماري استيلا. يعني صدم عندما اكتشف انه لم يكن من المقصود ان يتزوج من استيلا. وانها طبعا في النقاط اللغوي. ماجويتش هاد اهارد باست. لن بدأ يحكي له قصة حياته. مر ماجويتش او عاش قصة قاسية او ماضي قاسي. ماجويتش ووز بورن وذاوت نونينج هز بيرنس. يعرفش والدي. كان دايما جائع. ان حتى هستول في النقاط اللغويات التلقصية كان بيسرق وكان بيشحت من اجل ان يعيش او قيد الحياة. سؤال الرابع. لو الفقرة احيانا بيؤدي للجريمة. اعتمثال من القصة او من الفصل بتاعنا ده. ماجويتش هوز فيري بور ازا تشايلد. قلنا كان فقير طفل. كان جائع كان بيسرق عشان يعيش يبقى على قيد الحياة وقضى وقت كتير جدا طبعا او معظم وقته بالسجن. لو انت كنت مكان بيب. هل كنت تشعر بالخزي او الخجل من ماجويتش او بروبس؟ اذكر السبب. يس؟ اكون فيكت هاد ميد هم اجنت المان. يكون لسألة خالص. لانه جعل من رجل مرموع. مطلح النوع ايه؟ جلتي او مدان. الفقر ليس عزر او سبب مبرر لباجويتش. كي يكون مجرم. يس اي اجري. نعم اطفق. فقراء كتر جدا بيعملهم من اجل يكسبوا معشيتهم او كوتهم. ويصبحوا بعد ذلك اغنياء. كان ممنولو. وضح. اثبت. قرر نوع. طبعا يخفي بروبس. لكي لا يتم القبض عليه من قبل الشرط. الجميع ممكن خداعهم حتى المحكمة. وضح اثبت. طبعا كومبسون. صدقوا طبعا كومبسون. از هي بهيفد. از هي جنتلمان. انه كان سلوكه. تصرفه كرجل مرموك. ان بيدن بليف بروبس. ولم يصدقه. بروبس. هو لوكت بور. كان يبدو فقير. كومبسون ووز ديس اونست. كان خائن او غير امين اشرح. هي ديسيفد. هي تركت. مسها في الشام. بلوتد. امنا تقامر طبعا مع امين? مع ارثر اخوها الغير شقيق. ان ذن هي ليفت هير اون زي دي اوف هير ويدن. طبعا هو كان خاطبها. تحكي على طبعا متركها في يوم الفرح او الزفاف. مستر جاگرز ووز رسبونسابل ان سيكرتب. كان مستر جاگرز مسؤول وكاتوم الاسرار اثبت. فور ميني ييرز لسنين عديدة. هي دين تيل بيب هو ووز السيكرت بنيفاكتور. لم يخبر بيب من المتبرع السري له. بيب فيلت سوري فور بروبس. طبعا شعر بيب بالاسف لاجل بروبس. على الرغم انه كان يعلم انه مجرم. هل كان محق في فعل ذلك؟ محق. لان بروبس ساعده بفور من قبل. بسايدز الادشان. على وعلى ذلك يا جماعة. هدو اترابط اللي هي بتعبر عن الاشن. اند وفيرزر مور ومروفر. عندنا مشهور جدا. بروبس هاد اديفكالت شايلد هود. بالاضافة ان بروبس عاشت فولة صعبة. why do you think magwitch didn't tell bib that بروبس was his benefactor. لماذا ستعتقد ان ماجويتش لم يخبر بيب ان بروبس هو متبرع السر له. i think he expected that. اعتقد ان هو توقع ان بيب would refuse to take his money. ان ممكن بيب يرفض ان هو ياخد ايه? امواله. او من امواله. was it fair? هل ان العدل ان بروبس was given a longer present sentence than cumberson? هل كان العدل ان حكم على بروبس بالسجن لمدة اطول من cumberson? i think it wasn't fair. لم يكن عدل. as the court believed cumberson. لان المحكمة طوان صدقت cumberson. who was a liar. كان كذاب. because he looked and behaved like a gentleman. تظاهر ان هو بتصرف ويسلك ويبدو راجل مرموك. if you were herbert. لو انت كنت مكان هيربيرت. would you tell the police about بروبس? هل كنت هتخبر الشرطة عن بروبس? no. because i might be afraid to be killed by بروبس. خاف. ممكن اشعر بالخوف ان انا اقتل من قبل بروبس. babe was a man of principles. راجل مبادئ. كان يبيب راجلز ومبادئ. وضح. decided not to take money from the convict بروبس. قرر ان لا ياخذ الاموال من المزنب بروبس. in the future after he knew that he was his benefactor. طبعا في المستقبل بعد ان علم انه المتبرع السري له. طبعا عندنا بعض الاسئلة برضو هي جميلة جدا غير مجابعة عنها. يا ريت بعد ما يكون انت هضمت الفصل يا جماعة. تحاول تحلل الخمسشة السؤال دول. ولو في اي سؤال عندك في اي مكان في اي كتاب في اي مرجع وقف معاك. رسل القناة. ان شاء الله هنرد عليك. اول سؤالة اوات. عربي موجود عندك اهو. وضح. الدليل. ها? تعاطف مع ولماذا? كل اللي بعمل لكم طبعا ايه? ملكة يا بيب. وضح. دع تعليق. شعب خيابة الامل طبعا لما عارف ان قلناه. خدع رجال المحكمة عن طريق كوميسون وضح. بروفيس ان بيب بوز هاد دي فكالتشاهدهود. سؤال جميل برضو يا جماعة. كلها من بروفيس وبيب عاشوا طفولة صعبة. وضح. بيب بروفيس تو بي ريسبونسابل ان ديوتيفول. اثبت بيب ان هو مسؤول وليه احساس بالواجب ناقش. ابيرانس. ابيرانسز ار ديسيبتف. المزار خادعة. ديسي سينت. ابلاي تو كوميسون ان ارثر. هل ينطبق هذا القول على كوميسون وارثر? طبعا وانا كان لقدت تفصيله اول. مستني اكل بكم وربوا تذكروا الحاجات ديت واجهوها. اتوبى إذ ماجويتش وسكوت انجلاند. هكون مشكلة لو تم القبضة على ماجويتش فان ابدت ده اشرح. بروفيس وز بوسطفول. كان بروفيس متفاخر. جابان اجزانبل اعتمثال من الهواية. بروفيس زا ريسد. عاش بروفيس طبعا طفولة صعبة شكلت بقية حياته ناقش. مسهى فتاة شابة اثبت لماذا تعتقد ان بروفيس عرض ان يجعل هيربيرت رجل مرموك كده يا جماعة الحمد لله كن اضافنا ولو بالقدر القليل مع ان عارف ان فيما يقول جدا كبيرة عمل في هذا الفيديو انا لو انا طالب كده الحمد لله حسيت ان انا بصل التاسع ما فيش حاجات تقف معايا فيه انت سيقول لها قبل كده تسغل باسلوبك عبر بطريقتك كل الاجابات تحل محل بعضها بس بشارتك انت فاهم السؤال وعندك حصلة لغوية حصلة كلمات مفردات مصطلحات ترجم بقى السؤال تحاول تشغل مخك ونجيب الاجابة باسلوب بسيط كده خلص فيديو النهاردة يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم طبعا يا جماعة دعمكم هو اللي بيخلنا نكمل ونستمر ويا ريت ما ننخلش على القناة باللايك لان اللايك بيجعل الفيديو طبعا بينتشر على اليوتيوب وطبعا لو انت لك اي حد يقز عليك ابعت الفيديو خد صدقة ان طالب في اي مكان يستفاد مرحلة طبعا حرجة يا جماعة فطبعا السمار هنجنين ان شاء الله في بعد الامتحانات ربنا معاكم وانتظروا باقي حلقات المراجعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا